السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد الشابتر رقم 5 بعنوان Iteration Statements Loops سنرى كيف نطلب بين الكمبيوتر أن يكرر كود يعيد تنفيذ الكود باستعمال ال While Loop, Do While أو For بالنسبة لل While السنتاكس لو أردنا أن نكتب كود يحتوي على While نبدأ بكتابة كلمة While ثم بين قوسين سنضع Condition شرط نفتح الأقويس بداية ونهاية محتوى ال While إذن كل ما هو موجود بين هذه القوسين يعتبر محتوى ال While Loop Body The Code To Be Executed هنا الكود الذي سنقوم بتنفيذه While Condition الكود الذي سيقع تنفيذه الكمبيوتر سينفذ هذا الكود طالما هذا الشرط صحيح لو أردنا أن نشرح ال While باستعمال رسم بياني ماذا يسوي الكمبيوتر؟ إذن أول مرحلة هي تسويت Evaluation لل Condition لو كانت ال Condition صحيحة الكمبيوتر سينفذ محتوى ال While إذن محتوى ال While هو هذا أوكي ال Body of the While Loop ثم يعود لل Condition يسوي Evaluation مرة أخرى لو كانت ال Evaluation صحيحة True سيكرر مرة أخرى ال Loop Body و سيكرر كل هذا طالما هذا الشرط صحيح عندما يصير هذا الشرط خاطئ False الكمبيوتر سيخرج من ال While و ينفذ بقية الكود بقية الكود هو الموجودة هنا لو فيه كود الكمبيوتر سيقع تنفيذه هنا example لإستعمال ال While عندي الكود التالي الذي يقوم بتعريف متغير COUNT يسوي واحد ثم عندي While COUNT أصغر أو يسوي ثلاثة إذن الكمبيوتر سينفذ هذا الشرط هل ال COUNT أصغر أو يسوي ثلاثة نعم لأن COUNT يسوي واحد إذن الكمبيوتر سيقوم بتباعة قيمة ال COUNT اللي هي واحد في ال Output سنتحصل على القيمة واحد ثم الكمبيوتر سوى COUNT بلاس بلاس إذن أضاف واحد لل COUNT ال COUNT صار يسوي كم؟ ثم ثم عاد الكمبيوتر لتنفيذ الشرط هل ال COUNT أصغر أو يسوي ثلاثة نعم لأن ال COUNT يسوي ثلاثة إذن طبع الكمبيوتر القيمة ثم سوى COUNT بلاس بلاس إذن صار ال COUNT يسوي ثلاثة عاد الكمبيوتر للشرط وجد أن COUNT أصغر أو يسوي ثلاثة ثلاثة أصغر أو يسوي ثلاثة لذلك قام بتباعة ثلاثة ثم راح الكمبيوتر لCOUNT بلاس بلاس سارة COUNT يسوي أربعة يعود الكمبيوتر لتنفيذ الشرط COUNT صار أكبر من ثلاثة أربعة أكبر من ثلاثة وليس أصغر أو يسوي لذلك توقف البرنامج وخرج من ال WHILE هنا مثال ثاني يحتوي على نستلوب نستلوب يعني أن داخل ال WHILE بإمكان أن نجد WHILE ثانية تلاحظون أن عندي WHILE هنا في هذا البرنامج إذن بداية البرنامج تعريف COUNT 1 يسوي واحد عندي WHILE COUNT 1 أصغر أو يسوي ثلاثة بداية ال WHILE الأولى ونهاية ال WHILE الأولى كل هذا هو محتوى ال WHILE الأولى داخل هذه ال WHILE عندي متغير ثاني COUNT 2 يسوي أيضا واحد وعندي WHILE ثانية WHILE COUNT 2 أصغر أو يسوي ثنين ونفذ طباعة hello COUNT 2++ إلى غير ذلك إذن ال WHILE الثانية هي هذه محتواها هو مجرد طباعة hello و COUNT 2++ عندما ينفذ الكمبيوتر هذا الكود ماذا حيحصل؟ في البداية إذن عرف متغير COUNT 1 يسوي واحد قام بتنفيذ هذا الشرط هل ال COUNT 1 أصغر أو يسوي ثنين؟ نعم إذن عرف متغير ثاني COUNT 2 يسوي واحد وقام بتنفيذ ال WHILE الثانية طالما ال COUNT 2 أصغر من الثنين أطبع hello إذن COUNT 2 يسوي واحد طبع القيمة الأولى hello ثم سوى COUNT 2 بلاس 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 سارة COUNT 2 يسوي ثنين الثنين هي أصغر أو يسوي ثنين هذا الشرط ما زال صحيح إذن قام الكمبيوتر بتنفيذ مرة أخرى تباعت hello COUNT 2 بلاس 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 سارة COUNT 2 يسوي ثلاثة ليس أصغر من الثنين لذلك توقف الكمبيوتر من تنفيذ ال WHILE الثانية خرج من هذه ال WHILE ونفذ ما بعد ال WHILE الثانية اللي هي COUNT 1 بلاس بلاس سارة COUNT 1 يسوي ثنين هذا الشرط ما زال صحيح لذلك الكمبيوتر قام مرة أخرى بإنشاء متغير COUNT 2 يسوي واحد وقام بتنفيذ مرة أخرى ال WHILE الثانية وذكر أن هذه ال WHILE تقوم بإتباعة مرتين الكلمة hello إذن في المرحلة الثانية قام بتباعة hello مرتين ثم خرج من ال WHILE رحنا لCOUNT 1 بلاس بلاس سارة COUNT 1 يسوي ثلاثة عاد الكمبيوتر لهذا الشرط هذا الشرط صار غير متحقق خاطئ لذلك خرج الكود من ال WHILE ونفذ ما هو موجود بعد ال WHILE رحنا مرتين بعد الماكن بإصدار خرج من الوصف حقيقت خرج من الوصف حقيقت شكرا